موسيقى نجي الى هذا الخيار اللي هو الفرز الفرز طبعا نقدر نفرز ثلاثة اشياء اللي هي نقدر نفرزها النص والارقام والتاريخ التاريخ نقدر نفرز النص ونقدر نفرز الارقام ونقدر نفرز التاريخ طبعا النص نقدر نفرزها تصاعديا ونقدر نفرزها تنازليا زين تصاعديا نمطيحن زيارة مرتبة حتى ذنية أعوات للنص شون يعني تصاعديا يعني شنو أفرز النص تصاعديا يعني يكون من الألف إلى الياء يعني شنو هسا نأخذ مثال نأخذ مثلا أقول بهاء علي أحمد أريد أفرز هاي الأسماء من الألف إلى الياء أحدد هاي الأسماء وأروح على هذا الخيار اللي هو فرز مثل ما تلاحظون هنا طبعا البرنامج بشكل automatic راح يحدد لي أنه هذا هو نص هو مبرمج يحدد أنه هذا نص هو يختار فقط أنا أختار تصاعدي أم تنازلي هنا في هذه حالتنا احنا شنو ريد نفرز النص تصاعديا يعني شنو تصاعديا يعني من الألف إلى الياء يعني شنو يعني أحمد بها علي نجد نتأكد نضغط على موافق صار عدي أحمد بها علي هذا فيما يخص تصاعديا فيما يخص تنازليا نفس الترتيب ولكن العملية معكوسة يفرز النص من الياء إلى الألف يفرز النص من الياء إلى الألف مثلا أقول علي ياسر مثلا كريم ألاحظ أنه هذه الأسماء غير مرتبة لا تصاعديا ولا تنازليا أقدر أرتبها تصاعديا نعم نقدر نرتبها تصاعديا مثل ما اشتغلنا بهذه الحالة تنازليا يعني من الياء إلى الألف يعني شلون أحدد النص اللي أريد أفرزه وبعدين أروح على فرز وأجي أختار تنازلي نختار تنازلي شل راح يصير راح يفرز لي النص من الألف ياسر كريم علي بشكل تلقائي طبعا نقدر هاي الأمور أقدر أحددها وأضغط على تاب أقدر أحددها وأضغط على زيارة المسافة نفس الترتيب مثل ما ألاحظ هذا فيما يخص الفرز التصاعدي والتنازلي للنص زين الأرقام الأرقام نقدر نفرزها تصاعديا وبعد وتنازليا يعني شنو تصاعديا وتنازليا التصاعديا يعني التصاعديا يعني فرز الأرقام فرز الأرقام من الأصغر إلى الأكبر يعني شنو يعني مثلا ثمانية واحد أو اثنين مثلا ثلاثة أنا أريد هاي الأرقام تنفرز من الأصغر إلى الأكبر اللي هي طبعا ثنيين ثلاثة ثمانية شلون أروح على علامة الفرز هذه علامة الفرز وهنا ألاحظ البرنامج بشكل أوتوماتيكين رح يتعرف على النص اللي أنا محددة النص اللي أنا محددة شنو هو أرقام أوتوماتيكين رح يعرفه هو رقم أنا فقط علي أختاري أما تصاعدي أما تنازلي شنو أريد في هذه الحالة أنا شنو أريد أريد تصاعدي أختار تصاعدي وأضغط على موافق رح يفرز ليها هنا ثمين ثلاثة ثمانية فيما يخص تنازلي التنازلي التنازلي اللي هو فرز الأرقام من الأكبر إلى الأصغر يعني شنو يعني أقول مثلا واحد ثنين ثلاثة أنا أريد هنين فرزا من الأكبر إلى الأصغر يعني ثلاثة ثنين واحد بالعكس شأسوي في شحالة أحدد هن وأروح على فرز طبعا بما أنه البرنامج بشكل أوتوماتيك رح يختار اللي هو الرقم فأني ما أغير هدن الخيارات بس مجرد أختاري أما تصاعدي أما تنازلي بهاي المرحلة أنا شنو أريد أريد تنازلي فأختار تنازلي مثل ما تلاحظون ثلاثة ثمين واحد هنا أنا مجرد عملية ترتيب أو فرز حسب ما أنا أريدي أما تصاعدي أما تنازلي فيما يخص التاريخ التاريخ أيضا بي بي تصاعدي تصاعديا وتنازليا طبعا نهدف حرف اللواو تصاعديا شنو يعني وشنو يعني التنازليا رح شوي نزيد المسافة التصاعدي بالنسبة للتاريخ يعني فرز التاريخ من الأقدم إلى الأحدث فرز التاريخ من الأقدم إلى الأحدث مثال مثلا أنا عندي واحد واحد الفين وسبعة عشر وعندي واحد واحد الفين وعشرة وعندي واحد واحد الفين وواحد مثلا الثاني مبدئيا أيهما أقدم تاريخ فرز التاريخ من الأقدم إلى الأحدث أكيد الفين وواحد أقدم ومن ثم الفين وعشرة ومن ثم الفين وسبعة الشون أسوي هاي العملية بشكل تلقاي أحدد التواريخ اللي أريد أفرزهم بعدين نروح على عملية الفرز وطبعا أوتوماتيكين البرنامج راح يختار لتاريخ وأختار تصاعدي التصاعدي يعني فرز التاريخ من الأقدم إلى الأحدث يعني راح تكون أول مرة ببداية الفين الفين وعشرة الفين وسبعة عش نجعله موافق مثل ما تلاحظون الفين واحد الفين وعشرة الفين وسبعة عش وأقدر نفس الترتيب أنطيهن زيادة المسافة بالنسبة للتنازليين شون يعني تنازليين فرز التاريخ من الأحدث إلى الأقدم يعني شون نفرز التاريخ من الأحدث إلى الأقدم يعني مثلا أنا عندي تاريخ خلي أقول ألفين أو نكتب تاريخ متكامل مثلا واحد وعشرين ثلاثة الفين وعشرة اثنين وعشرين خمسة الفين وخمستعش مثلا واحد واحد الفين وسبعة عش أنا شون أريد هنا أريد أفرز التاريخ من أحدث تاريخ إلى أقدم تاريخ هس لا أجي أباوع لهذا التواريخ منه أحدث واحد بهن أكيد سبعة عش وبعديا خمسة عش وبعديا عشرة زين أنا أريد أفرزهن من الأحدث إلى الأقدم يعني هنا راح يكون سبعة عش خمسة عش 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 أسوي أحددهن وأروح إلى الخيار فرز ومثل ما نلاحظ أن الخيار بشكل أوتوماتيك راح يختار تاريخ وأختار تنازلي يعني من أحدث تاريخ وينزلي إلى أقدم تاريخ مثل ما تلاحظون الفين وسبعة عش خمسة عش عشرة طبعا أقدر أحددهن ونمطيهن زيادة المسافة ومثل ما تلاحظون هذه هي عملية الفرز سهلة جدا نعيدها عدنا فرز النص وطبعا النصوص هي الكتابات التي تكون تتكون من الأحرف عدنا تصاعديا وعدنا تنازليا التصاعدي هو فرز النص من الألف إلى الياء أما التنازلي فرز النص من الياء إلى الألف بالنسبة للأرقام طبعا هذه الجزء الثاني اللي نقدر نفرزه نقدر نطيبولد أيضا بنوعين بفرز الأرقام تصاعديا ومثل ما تلاحظون يعني معناها فرز الأرقام من الأصغر إلى الأكبر من أصغر رقم ويصعد لي إلى الأكبر النوع الثاني هو فرز الأرقام تنازليا يعني يفرز الأرقام من أكبر رقم إلى أدنى أو أصغر رقم الخيار الثالث الخيار الثالث اللي هو فرز التواريخ وطبعا التواريخ نقدر نفرز التواريخ تصاعديا مثل ما تلاحظون يعني شنو تصاعديا يعني فرز التاريخ من أقدم تاريخ إلى أحدث تاريخ هنا أنا 2001 ويصعد لي إلى أحدث تاريخ التنازليا يعني يفرز للتاريخ من أحدث تاريخ وينزل لي إلى أدنى أو أقل تاريخ هذه فيما يخص الفرز طبعا إن شاء الله سهلة وبسيطة وأتمنى أن تكونوا فهمتوها وإذا ما فهمتوها بإمكانكم أن تعيدونا الجزء الخاص بالفرز مرة ثانية وراح تشوفوها جدا 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 بسيطة